نادي الزمالك في الكرة الطائرة دخل في مفاوضات مع الخليج السعودي لاستعادة لعبة 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 نادي الزمالك بلعب دلوقتي في نادي الخليج السعودي فالزمالك دخل في مفاوضات مع نادي الخليج السعودي عشان يسترجع لعبة مرة أخرى زي ما قلت لكم بارح كابتن أيمان الرمادي فريق سيراميكا بيجهز أحمد القندوسي عشان القندوسي يلعب مباراة سيراميكا والأهلي يوم الاثنين اللي جاي اللي هو يوم 25 في بطولة السوبر المصري في الإمارات المقاولين العرب كابتن طلعت محرم المدير الفني عامل ماتشين والدين يوم الخميس القادم والجمعة استعدادا لمباراة البنك الأهلي هيا لعب مع فريق ألو إيجيبت وفريق بايونيرز ماتشين والدين عشان يستعد عنده المباراة القادمة في الدوري يوم 30 ديسمبر المقاولين أمام البنك الأهلي الدخلية النهاردة فسخ العقد مع أجويرو عبد الرحمن عاطف أجويرو لو كان مهاجم المحل راح للدخلية إعارة نادي الدخلية النهاردة فسخ العقد معنا تعرفين خلاصة دخلية على يناير ففيه أندية هتستغنى عن لعيبة فيه أندية هتتعاقد مع لعيبة فالنهاردة الدخلية فسخ عقده مع أجويرو مش هيكمل معا أجويرو البقية الموسم محاولات في الإمارات من نادي بيرامدز لتجهيز رمضان صبحي للمشاركة مع بيرامدز في كاس السوبر تعرفين بيرامدز هيسافر الإمارات بعدما اتغلب من برح من سانداونز فعايزين يجاهزوا رمضان صبحي لمبارات الفيوتشر في السوبر المصر إن شاء الله عندنا منتخب مصر للكرة السلة الفريق الأول هيواجه الإمارات يوم 26 ديسمبر في افتتاح البطولة العربية في مصر إن شاء الله بطولة العربية في مصر أول معنا إحنا المجموعة الإمارات والكويت وتونس والمغرب أول مباراة منتخب مصر للكرة السلة في البطولة العربية مع الإمارات يوم 26 عندنا كمان منتخب الكرة الشاطئية سيدات كرة طايرة الشاطئية سيدات كسبوا النهاردة كينيا في المباراة الفاصيلة بتصفيات الألعاب الأفريقية وصلوا إلى بطولة الألعاب الأفريقية إن شاء الله بعد الفوز على كينيا النهاردة 2-1 برضو كابتن واي الرياض منتخب الشباب انطلاق معسكر منتخب الشباب لللعابين المحترفين ومزدوجي الجنسية كابتن واي الرياض مجمع حوالي 25 لعيب لعيبة مصريين شباب موليد 2005 و2006 عايشين في أوروبا معهم جنسية مصرية فبعت يجيبهم بقى من كل حتة عشان يتفرج على اللعابة دي ويشوف مين يقدر يضم مين ومين يقدر يفيد منتخب مصر للشباب في الفترة القادمة مصر النهاردة لتعادل مصر للرفع الأسكال وقعوا عقد استضافة مصر لبطولة أفريقيا الرفع الأسكال المؤهلة لأولمبياد باريس 2014 يعني هنستضيف في رفع الأسكال التصفيات أو البطولة الأفريقية تصفيات الأفريقية اللي هتأهلنا إلى الأولمبياد مصر هتستضيف النهاردة كمان نادي اسمه بانسيريكوس نادي اسمه بانسيريكوس في اليونان أعلن عن التعاقد مع عمر وردة نجمنا المصري عمر وردة بعد ما فسخ عقده مع فاركو تعاقد عمر وردة مع نادي بانسيريكوس ده نادي يوناني فعمر وردة نضم له هيبدأ بقى إن شاء الله من يناير وحيكمل الموسم مع نادي اليوناني في الفترة القادمة ترجمة نانسي قنقر